خليني برضا أقول لحضراتكم أرقام كابتن حسام وكابتن إهاب جلال الحقيقة في الدور المصري الموسم الماضي مع الإسماعيلي والمقصة لعب 27 مباراة فاس في 12 تعادل في 5 خسر في 10 مباريات كابتن طارق مصطفى بعد الإقالة بقال الحمد لله والشكر لله وكتب كابتن طارق مصطفى المدرب العام لمنتخبنا الوطني على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال الحمد لله والشكر لله أيضا محمد صلاح بيوجه رسالة إلى حسام البدري والجهاز الفني بعد الإقالة من تدريب المنتخب قال كابتن محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي قال حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة كابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم كابتن حسام البدري كان على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فيه أو بدأ أن يكون فيه على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فيه 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوم تقريبا لعب حتى الوقت الحالي 9 مباريات منهم لقاء ودي حقق الفوس في 5 وتعادل في 4 مواجهات كابتن حسام استهل مشواره مع الفراعنة بمباراودية أمام بتسوانا فاز فيها بهدف دون رد وبعدها خاطت من مباريات لم يتعرض لأي هزيمة وفي 25 مارس 2021 قاد كابتن حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون وخلال الفترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021 لم يأخذ المنتخب أي مباريات ورفض المدير الفني خود أي مباريات ودية أو التجمعات في أجندة يونيو 2021 وجاءت نتائج مباريات التي لعبها الجهاز الفني كالآتي مصر وبتسوانا 1-0 ومصر وكينيا تعادل إيجابي جزر القمر ومصر 0-0 مصر بتفوز على توجو بهدف مقابل لشيء مصر بتفوز على توجو أيضا بثلاثية مقابل هدف وحيد ثم كينيا وتعادل إيجابي ومصر وتهزم جزر القمر بربعين مقابل لشيء ومصر بتفوز على أنجولا بهدف مقابل لشيء ثم كانت المباراة الأخيرة اللي بعدها تم إقالة الجهاز الفني وتعادل إيجابي مع الجابون في الجابون ليتم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر